من خبر عن خلونا نروح لوزارة الصحة عندنا اخبار الحقيقة بتتكلم من وزارة الصحة على ان هيبدأ ان شاء الله من يوم الحد اللي جاي التطعيم ضد مرض شلل الاطفال ولمدة خمس ايام في محافظتين اتنين فقط هنبدأ بمحافظة القاهرة وتليها محافظة الجيزة ده بالنسبة لاخبار وزارة الصحة يعني كمان هي وضحت وقالت ان التطعيم هيكون من سن خمس سنوات للمصريين وغير المصريين اشارت كمان الا انه هيتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثبتة في مكاتب الصحة وفي الوحدات والمراكز الطبية من خلال الفرق المتحركة بالميدين الكبرى وهتكون ايضا في محطات القطار ومتر الأنفاء هيكون ايضا بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الاسواق الحية هيكون مجموعة من الفرق الطبية السبتة في هذه الاماكن للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من يوم والى خمس سنوات يمكن كمان اشارت الى انها هيكون هناك حملات لتقوية الجهاز المناع للاطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال وده وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمية ولي اكدت الوزارة ان الفرق الطبية خلال حمل التطعيم شلل الاطفال بتلتزم بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء طبعا عالميا وبالتالي ما نقلقش ونروح نطعم اولادنا من لديه اطفال من سن يوم وحتى سن خمس سنوات طيب وهيكون من يوم الحد اللي جاي زي ما احنا قلنا لحضراتكم وهنبدأ بمحافظتين القاهرة والجيزة